رجل ثري عرف عنه قسوة القلب والشدة وكان من أهم أسباب هذه القسوة تركه للصلاة ورغم تقصيره في حق خالقه إلا أنه عندما فكر في الزواج اختار فتاة صالحة ملتزمة بطاعة الله ربما أراد أن تأخذ بيده إلى التوبة والقرب من الله وهذا بالفعل ما عزمت عليه زوجته حيث كانت توصيه بالصلاة والزكاة وفعل الخير ورغم فشلها أكثر من مرة وسماعها لكلمات قاسية من زوجها وطلبه منها مغادرة بيته مرات عديدة إلا أنها لم تغادر البيت ولم تيأس وظلت تدعو له بالهداية وفي صباح أحد الأيام افتعل الزوج مشكلة بلا سبب ودفع زوجته دفعة قوية وعندما شعر بخطأه خرج من البيت مسرعا وهو في غاية الخجل من نفسه وتأكد أن زوجته سوف تغادر البيت وتذهب إلى بيت أهلها لذلك ذهب إلى البنك وسحب من رصيده مبلغا كبيرا ووضعه داخل ظرف وذهب به إلى والد زوجته وأعطاه له ليسلمه لابنته عندما تصله طمعا في إرضائها وعدم طلبها للطلاق ثم خرج وقاد سيارته وهو لا يعرف أين يذهب وظل يتذكر نصائح زوجته له بالصلاة وحزنها كلما أخطأ في حق الله وتذكر أيضا طاعتها له وصبرها عليه رغم قسوته وعناده معها وبدأت الدموع تتساقط من عينيه ثم أوقف سيارته فجأة ونزل يسير على قدميه وحرارة الشمس تلتهب على الأرض فرأى عاملا يحني ظهره مرات ومرات وهو يلتقط القمامة من الطريق والعرق يتصبب على وجهه فتذكر آيات القرآن التي كانت تتلوها زوجته عليه عن فضل الصدقة وتذكر أيضا قراءتها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين سيظلهم الله بظله تحت عرشه يوم القيامة ومنهم كما قال الرسول ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فاقترب من العامل وأعطاه نقودا كثيرة فشكره العامل ودعا له فانشرح صدر الزوج ودخل أحد المساجد ليصلي الظهر وهو لم يدخل مسجدا منذ عشرين عاما وبعد أن صلى أخذ يدعو الله بدموعه ليغفر له ثم جلس يقرأ القرآن حتى صلاة العصر ثم خرج وعاد بسياراته إلى بيته فوجد على مكتبه الظرف الذي أعطاه لوالد زوجته والمبلغ كما هو ومعه رسالة جميلة كتبتها زوجته بقلبها كان مما فيها زوجي العزيز أنت أغنى عندي من مال الدنيا افتح صفحة جديدة مع الله وكلما تقربت إليه ستجده دائما معك وستجدني أكثر قربا وحبا لك أسرع الزوج يبحث عن زوجته فوجدها داخل المطبخ تعد له الوجبة التي يحبها فاعتذر لها وأقسم بأنه سيتق الله ولن يغضبه مرة أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ذهب شيخ فاضل ليشتري اللحم من جزار افتتح محلا جديدا بالقرب من سكن الشيخ وبعد شهر من التعامل معه وجده يتحايل ويغش ليكسب بعض المال تارة بوضع قطعة من الورق الثقيل أو بإضافة أجزاء غير صالحة للأكل مع التلاعب في الوزن فجلس معه الشيخ ونصحه بالربح الحلال وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار ولكن الجزار ابتسم له ولم يهتم بما قاله وظل يغش في الميزان ومع ذلك استمر الشيخ في الشراء منه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وبعد عام مرض الإبن الأكبر لهذا الجزار بمرض خطير وفشل الأطباء في علاجه فحزن الجزار وقرر الذهاب إلى بيت الله الحرام ليحج ويدعو لابنه بالشفاء وهناك استمع إلى بعض الدروس الدينية والآيات والأحاديث النبوية فتذكر نصائح الشيخ له وشعر بالإثم العظيم الذي كان يرتكبه وقرر إصطح حاله مع الناس وعندما عاد إلى بلده فكر في طريقة تساعده على أن يعيد للناس ما أكله من حقوقهم دون أن يشعر أحد بذلك فأصبح يزيد في الوزن ويختار القطعة الجيدة للزبائن ويلقي بغير الصالحة بعيدة وبعد أن تردد عليه الشيخ أكثر من مرة وشاهد حسن تعامله مع الناس توقف عن الشراء منه وتعامل مع جزار آخر وذات يوم التقى الجزار مع الشيخ فسأله لماذا لم يعد يشتري منه فابتسم الشيخ وقال له لقد انتبهت إلى أنك أصبحت تزيد في الوزن ولم تعد تغش في الميزان وعرفت أنك أصبحت تخدم نفسك ولا تخدمنا فعندما كنت في السابق تضع قطعة حديدية تحت كفة الميزان قلت لنفسي هذا الرجل يؤخذ من حسناته ليضاف إلى حسناتي فكنت أصبر عليك وأشتري منك لزيادة حسناتي خاصة بعدما نصحتك ولم تعمل بنصيحتي ولكن بعد عودتك من بيت الله الحرام تغير الوضع فقلت بيني وبين نفسي أنك الآن أصلحت عملك وأصبحت تخدم آخرتك ولم تعد تخدمنا ولهذا تركت محلك بعد اطمئناني عليك وليس لي ما أقول لك إلا وفقك الله للصلاح وأنصحك بمراقبة الله دائما خاصة بعد أن شفى ابنك بفضله وقدرته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم تركت مروى المدرسة قبل أن تحصل على الثانوية واضطرت للعمل كبائعة في أحد محلات الملابس الجاهزة وشاء قدرها أن يرسلها صاحب المحل إلى تاجر كبير كي تستلم البضاعة الجديدة لكن التاجر ما إن وقعت عيناه عليها حتى أصابه الهوى ووقعت في نفسه وقلبه فقرر الحصول عليها مهما كلفه الأمر التاجر يبلغ من العمر خمسين عاما وهو من أسرة معروفة ولديه زوجة تصغره بعشرة أعوام وعنده ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين السادسة عشر وعشرين عاما وبنت واحدة في الرابعة عشر من عمرها وهو يسكن في أرقى أحياء القاهرة وقد قرر الرجل أن يحصل على مروه بأي ثمن فبدأ رحلة الالتفاف عليها ومحاصرتها بدأت خطوته الأولى بزيارتها في المحل بحجة أنه كان مارا من هناك ثم همس في أذنها أن تحضر إلى مقر الشركة لأمر هام وحين جاءت إليه سألها كم يدفع لك صاحب المحل من أجر فأجابت ألف وخمسمائة جنيه فرد على الفور أنا سأدفع لك ستة آلاف وتعملين هنا سكرتيرا وافقت مروه على الفور ولم تمضي أيام حتى قدم لها عرضه مباشرة اسمعي يا بنت الحلال أنا أريدك زوجة على سنة الله ورسوله لكن وضعي الاجتماعي وزوجتي وأولادي لا يسمحون لي بإعلان هذا الزواج لذلك سيكون الزواج عرفيا بعقد وشهود وسأخصص لك شقة لم تحلم بها بعمرك وقبل أن تطلب منه مهلة للتفكير قدم لها خاتما من الماس وعقدا ذهبيا ففرحت كثيرا ثم سألته ولكن ألن تخطبني من أهلي فأجاب والدك رحمه الله وأمك لا تمانع لكني لا أريد أن يعلم أقاربك بالأمر لأني أريد الأمر سرا عاشت مروه معه وكان يحضر إلى بيت الزوجية السري في النهار فقط وبشكل غير منتظم أما الليل فقد كان يمضيه مع أسرته الأصلية وبعد مرور سنة بدأ الفتور يسود العلاقة ومع إلحاحها على الإنجاب ورفضه القاطع لذلك تحول الفتور إلى نفور ثم فوجئت به بعد مشادة بينهما يخرج عقد الزواج العرفي ويمزقه ويشهر الطلاق عليها ثم يعطيها عقد الشقة ويقول لها إن عقد إيجار هذه الشقة سينتهي بعد شهرين وعليك أن تتدبر أمرك بعد ذلك كانت الصدمة قاسية على مروه فقد كانت تظن أن الشقة من ضمن أملاكه وهكذا وجدت نفسها مطلقة تعود إلى منزل أمها بتعويض مالي صغير تفضل به عليها دفعا للمشاكل والخلافات شعرت مروه بخيبة أمل كبيرة وندمت على ما فعلت ولم تجد أمامها إلا التوبة والعودة إلى الله فهو وحده القادر على أن ينسيها كل ما مر بها وأن يعوضها عنه كل الخير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون